أبدأ من القصة الأخيرة التي أثيرت من خلالك كنائبة في لجنة النزاهة النيابية قصة التاهوات الشود الاثنين السيارة بها خمس مليارات والسيارة بها أربع مليارات تابعت الموضوع وطالبت بالتحقيق شنو أصل القصة وش تقول التحقيقات حتى هذه اللحظة بصراحة يعني لحد هذه اللحظة مجرد تصريح لسيد وزير الإعمار والإسكان يتحدث يقول أنه هذا الفلوس كانت مبلغ لصاك تم تحريره لأحد مقاولين أخذي شغل مع وزارة الإسكانات دائرة الطرق والجسور في لجنة النزاهة تم تشكيل لجنة من يوم غد سنباشر بعمل هذه اللجنة لتقصي الحقيقة اليوم أرسلت كتاب بتوقيع سيد رئيس اللجنة إلى وزارة الإسكان لمعرفة كل تفاصيل هذه الحادثة أولا من هي هذه الشركة الصاك والنسخة من الصورة الضوئية للصاك متى تم تحريرها ولماذا بالليل يعني دوام المصارف هل يوجد الدوام للمصارف في الليل يعني هو إذا كان رايح والمصيبة يعني استعد نجم أنه رئيس الحكومة يقول للموظف روح اشتري بنزين بالفيزا كارت بالدفع الألكتروني ووزارة المدللة عد رئيس الوزراء يصرفون الكاش لمقاولين يعني هاي فات شي غريب أولا يعني مستحيل أحد يستوعبه أنه الحكومة الآن تمشي باتجاه الدفع الألكتروني ماكوا مقاول بالسوق هسه يأخذون كاش يعني صاحب الشركة يحرر السك للمقاول ويروح للمصرف يأخذ ليش صاحب الشركة عنده هذا المبلغ من المال زين أنا أريد أسأل سؤال السؤال الشق الأول منه اشتون تولدت الشكوك من أين جاء الأخبار أنه هاي السيارتين شاي لتسعة مليار دينار وماذا يثبت أنه هذه الأموال ليست نزيهة السيارة تاهو انلزمت أو تاهو هرب انهزمت والكادي لكن يعني تم يعني مكعشفتها المشكلة أنه بالصدفة يعني مفت شي مخطط له حسب ما سمعت يعني هذا التحقيقات الأولية أنه بالصدفة سألين شنو هذا الفلوس وتم ضبط الفلوس والمبلغ بداخل هذه السيارة السيارة ثانية هربت وطلعت من الخضراء يعني فالأمن الوطني هما من كشفوا هذا الأمر لهذا يعني في اللجنة التحقيقية أو اللجنة التقصي الحقائق التي شكلناها في لجنة النزاهة سيكون باتجاهين باتجاه وزارة العمار والإسكان واتجاه الأمن الوطني وبالتأكيد سنطلع رأي العام على كل التفاصيل التي نحصل عليها ولحت هذه اللحظة صاحب السيارة هو موقوف ولم يتم يعني الإفراج عنها ما زال هناك تحقيقات مستمرة يعني من قبل الأمن الوطني وجهات المختصة وأتمنى أنه أن لا يكون بسبب واسطة بسبب دلال الوزير أو يعني الوزارة بالشكل عام لدى رئيس وزراء أو لدى أي جهة أخرى أن يتم يعني يضم هذا الموضوع ويطمطموها مثل البقية الماضية مثل موضوع نور زهير يعني اللي لحد الآن ما نعرف شنو صار بالتفاصيل حول ملف نور زهير هذه الملفات يجب أن يتم فضحها وكشفها للرأي العام ما يجي واحد يسوي بطل وهو أبو المشارع هو أبو الشغل وأكو خلل داخل وزارته يجب أن يتم التحقيق في كل هذه التفاصيل ويجب أن يكون هناك معرفة تامة كيف يكون تسع مليارات تتحرك ببغداد بهذه الطريقة وماكو أحد يحاسبهم وماكو أحد يقول شلون أنه هذه الفلوس ليش جاية للخضراء زين هو بيت المقاول أو بيت صاحب الشركة في الخضراء مثلا بيت المقاولين حسب ما يدعون يقولون أنه هذه الفلوس تذهب إلى مقاولين ثانويين اللي يشتغلون مع الشركة زين ليش بالخضراء هذه الفلوس وين من أي مصرف يعني إذا كان في تي بي آية نعرف أنه هل هو في تي بي آية أو في يعني مصرف آخر إذا كان في مصرف آخر توجد فروع لأي مصرف في خضراء يعني أنتم هنا لماذا بدأتم تفكرون أن هذه المبالغ عندما وجدت بالخضراء هي مبالغ ممكن أن تكون رشوة على ماذا استندتم هذا مجرد إحساس هذا مجرد تخمين أم معلومة أم هي قصص يعني تبنى بالخيال شنو اللي يخليكم أنتم وتوجهون الاتهام لوزارة الإسكان أو لوزير الإسكان مباشرة هكذا هو القول يعني هناك من يقول هذا الأمر نحن في لجنة النزاهة لحد الآن لم نتهم لا الوزير ولا وزارة يعني نحن لحد الآن في مرحلة الاستفسار والتقصي عن حقيقة الأمر يعني لكن الناس يقولون أنه رشوة فأحنا نريد نوصل للحقيقة هل فعلا نية الرشوة؟ ويعني أي مواطن في العراق ما يستبعد أنه يكون الوزير أو مسؤول في الدولة يأخذ الرشوة يعني هو أمر شائع هناك رشاوي تدفع لتمشية المشاريع يعني نعرف أنه هذا مهند الشماري مدير مكتب محافظ بغداد عند آلاف القصص وهو في اعترافاته متحدث عن كيفية أخذ الرشاوي وإلى الياجها وإلى أي شخصية وكيف أنه متفق مع المحافظة لكن لحد الآن هو أيضا في الطور أنه تحقيقاته ماكو شي للعلن من هي الجهات التي كانت وراء مهند الشماري الذي يعني فساده كان واصل لكل بغداد بحيث أنه محافظ اللي هو محافظ حالي ماقدر يحصل على الأصوات بسبب هذه السمعة اللي أتهم